بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله هنتكلم النهاردة في شابتر 6 اللي هو بيتكلم على ال-Positive Displacement Pumps في محتوى هذا الشابتر إن شاء الله هنتكلم على ال-Positive Displacement Pump ال-Gear Pumps كأحد أنواع ال-Positive Displacement Pump ال-Loop Pumps وال-Van Pumps وال-Piston Pumps ثم-Efficiencies of Positive Displacement Pumps وال-Characteristic Curve of Positive Displacement Pumps علشان نقدر نتكلم على ال-Positive Displacement Pumps خلينا نفتكر مع بعض ال-Types of Bumps ال-Bumps قلنا قبل كده إن هي تصنف إلى Positive Displacement Pumps اللي هي المضخات مجابة الإزاحة وال-Non-Positive أو ال-Kinetic Displacement ال-Kinetic Pumps ودي اتكلمنا فيها في السابق على ال-Sentrifugal Pumps إن شاء الله في الشابتر الحالي هنتكلم على ال-Positive Displacement Pumps وهي بتنقسم لنوعين أساسيين ال-Rotary ومن أمثالها ال-Gear Bump وال-Van Bump وال-Loop Bump وال-Screw Bumps و-Reciprocating Bumps ومثال عليها البiston Bump وال-DiFrame وال-Blunger Bump أول معلومة عايزين نعرفها عن ال-Positive Displacement Pumps أو عن ال-Bumps بشكل عام إن ال-Bumps do not pump pressure يعني أيه do not pump pressure يعني ال-Bump الوظيفة الرئيسية بتاعتها to transfer liquid from source to destination كذلك ال-Resistance بتاع السيستم هي المسؤولة عن creating the pressure معنى كده إننا لو عندي بمب على سبيل المثال ومخرج هذه البمب في الأتموسفير فإحنا لو عركبنا عداد ضغط هنا فدايما عداد الضغط ده هيقرأ ضغط الأتموسفير وبالتالي مش هنجد أي ارتفاع في الضغط فقط تقوم البمب من أقنى الليكويد من المصدر إلى المكان المطلوب أما إذا كان فيه سيستم أمام البمب وهذا السيستم له مقاومة كلما زادت مقاومة السيستم كلما زادت ضغط اللي بتنتجه البمب ولذلك البمب في حد ذاتها دونط بمب بريشر ولكن اللي بينشئ هذا الضغط هو مقاومة السيستم اللي بتركب عليه البمب البوزدف ديسبلسمنت بمب عشان نقدر نفهم وظيفتها خلينا نبص على الشكل اللي قدامنا ده الشكل اللي قدامنا ده دي بيوضح فكرة العمل بتاع البوزدف ديسبلسمنت بمب يعني لو فيه بيستون زي المنظر اللي قدامنا ده لحظة حركة البيستون في هذا الاتجاه بنلاحظ إن هذا الفالف اللي هو فالف الانتيك مفتوح فهنلاقي إن الفلو بيبدأ يدخل من هنا نتيجة السكشن أو السحب أو الفاكيوم اللي بينشئه حركة البيستون في هذا الاتجاه أثناء رجوع البيستون في الاتجاه المعاكس الفالف ده بيقفل والفالف ده بيفتح اللي هو فالف الإجزوهوست أو الطرد فيبدأ الفلو اللي تسحب جوه البيستون أو جوه البمب دي بيبدأ يخرج في هذا الاتجاه طيب لو فرضا فيه في المخرج هنا محبس وتم غلق هذا المحبس يعني الطريق بقى مغلق أثناء الطرد أو أثناء حركة البيستون في هذا الاتجاه هنلاقي أن الفلو مفيش مجال أنه يخرج منه مفيش مكان كذلك مفيش مكان أو مفيش طريق أنه يقدر يرجع تاني لمكان الإنتاج لمكان السحب وفي الحالة دي لازم هيحصل فيلير في البمب إما بأن الزراع التوصيل ده يتكسر إما أن يحصل تهريب في أي مكان أو في فيلير في أداء البمب أو المطور نفسه يتحرق وتظهر أن يتكون النتيجة أن فيه دامج هيحصل في البمب لذلك تسمى هذه البمب أو اللي بتعتمد على هذه الفكرة مضخات الإزاحة الموجبة مضخات الإزاحة الموجبة ليه؟ لأن هي بتعمل إزاحة للمائع في اتجاه واحد فقط ولا تسمح برجوعه وإذا حصل أي انسداد أو غلق لمكان الخروج فده بيؤدي إلى فيلير على طول مباشرة في البمب ده يختلف تماما عن مكان يحدث في السنتريفجال بمب فإحنا لو نفتكر السنتريفجال بمب كان فيه مجموعة من الريش كده اللي هي بتسمى الامبيلر ودي كانت جوة كيسينج تمام أثناء الدوران أو أثناء الحركة المائع لما بيخرج في هذا الاتجاه لو فرضا المائع مغلق أو ممكن الدوران في هذا الاتجاه لو المخرج هنا مغلق ساعتها المائع هيبدأ يلف داخل البمب ومش هيبقى فيه أي مشكلة بسبب هذا الانغلاق وده يختلف تماما على البوزيتف ديسبليس منطبام لو بصنا للنوع اللي مرسوم تحت ده ده من أنواع الجير بمب فكرة العمل مشابهة تماما أو تنطبق تماما زي مسألة البستون بمب دي يعني مثلا أثناء الحركة هنا الترسين دول فيه واحد منهم درايف هو القائد اللي بيركب عليه الموتور وفيه واحد دريفن أثناء الحركة بيحصل انفصال للترسين في هذه النقطة يعني الترس ده بيمشي كده والترس ده بيمشي كده فالمنطقة دي بتبقى فاضية الزيت أو المائع بيدخل بين السنان الترس من هنا وبيدخل من هنا وبيبدأ يحمله الترس بيحمل الزيت أو المائع بين الأسنان ولما ييجي الترسين يلتقوا مرة أخرى لو بصينا هنا أدي الزيت بدأ يتحرك مع التروس لما يحصل التقاء مرة ثانية بين التروس فيحصل زي ديليفري أو طرد للزيت اللي موجود بين الأسنان فيبدأ يخرج من هنا لو المخرج هنا اتقفل لأي سبب برضو هيحصل نفس المشكلة لأن لما ييجي التروس تعشع هنا الزيت مش هيلاقي مكان للخروج وما فيش مكان أنه يرجع تاني لمنطقة الانتيك وبالتالي ده هيؤدي إلى حدوث فيلير أو كسر في أجزاء البمب أو كسر في أضعف نقطة مش هتتحمل الضغط العالي اللي هينشأ نتيجة هذه العملية ترجمة نانسي قنقر